اشتركوا في القناة عن تمنيته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق منويها سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من روابط متينة تستند إلى أسس من العلاقات التاريخية الممتدة والتعاون والعمل المشترك المميز في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر